خلينا أرجع للأخبار المحلية طبعاً أنتم عارفين دلوقتي فريق كرة اليد منتخب مصر بلعب روسيا والحقيقة 19-13 الحمد لله مصر ماشي على الطريق الصحيح إن شاء الله نفوز النهاردة واللي يرتفع يعني راصدنا من النقاط إلى أربع نقاط الحقيقة مباراة مهمة النهاردة سواء بعد بكرة إن شاء الله بلا روسيا وسولفينيا ثلاث مباراة الدول مفيش هزار يمكن ماتش السويد كنا نستحق المكسب ولكن طبعاً دي الرياضة يمكن خسرنا في آخر خمس دقائق أو سبع دقائق ولكن أنا شايف نهاردة منتخب مصر بيقدم مباراة كبيرة الطيار حارس مرمى النادي الأهل الحقيقة النهاردة بيقدم مباراة رائعة 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 وكل الفريق علي زين أحمد لاحمر كل اللاعبين الحقيقة بيقدوا أداء رائع مش عايزة أنسى حد والنتيجة 19-13 ويمكن في الديئة 42 فضل 18 دقيقة بس طبعاً أكيد الولاد يتعلموا من درس السويد إن مهما كان الوقت فأنا ما بصش عليه وأستمر في التقاط وإحنا في السويد وصلنا أربع نقاط ولكن للأسف فقدناهم في آخر 10 دقيقة ولكن أربع تجوان طبعاً مش نقاط في السلة ولكن هم تعلموا الحقيقة الدرس وأكيد إن شاء الله النهاردة الأداء باين وفي المباراة الجاية أكيد هيختلف